وذلك لأن الهداية نوعان هداية دلالة وإرشاد وهذه يملكها كل أحد فكل من دل شخصا على الخير فقد هداه ولهذا أثبتها الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم فقال تعالى وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ والنوع الثاني من الهداية هداية التوفيق وهذه بيد الله تعالى ولهذا نفاه الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء وقد اجتمع في قول الله عز وجل في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم فأنت تدعو الله عز وجل بنوعي الهداية استحضر حينما تقرأ هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا على الصراط المستقيم وأرشدنا إليه ووفقنا لسلوكه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة